موسيقى موسيقى بعد ذلك في إيطال أنشطة المؤسسة التعليمية برسة بيران زاران وبتنسيق مع جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة وكذلك جمعية آباء ثقافية بكزنيف مع دعم من جماعة الحضارية والهدف هو إحياء المؤسسة التعليمية التي كانت عرفت نوعا من التهميش بحيث أنها لم تستفيد من حمالات مثل هذه الحملة إذن وبتنسيق مع هذه الجماعية والمجلس الجماعي أردنا إحياء هذه المؤسسة وذلك بغاية مجموعة من الأغراض مساهمة في تنوية البيئة للمؤسسة وفي جمالية المؤسسة وكذلك إشراك المتعلمين والمتعلمات وتحسيسهم بالضور المهم الذي تلعبه الأشجار والأغراض والمحافظة على البيئة والنظافة عموما إذن بتحسيسهم وإبداء الرأي حول أهمية هذه وإعطاء معلومات حول أهمية هذه العملية المستركة المنسقة ما بين أربعة أطراف كما سبق وقلت المؤسسة من خلال إدارتها وكذلك جمعية الأباء وأولياء التلاميذ وكذلك المجلس الجماعي مشكورا وكذلك جمعية الأفاق بيتيزنيت التي جاءت بعدد مجموعة من السبان والشابات يعملون ويساهمون في يعطاء رونق جديد لهذه المؤسسة التعليمية ونتمنى أن تستمر هذه الحملة إن شاء الله إلى أن يكون فضاء المؤسسة فضاءا جميلا رحبا يستقطب تلاميذ ويعطي رونق للمؤسسة ويعطي جمالية للمؤسسة وذلك كله في الفائدة المتعليم من أجل تشجيع التحصيل وجودة التعليمات وجودة الكفايات ويعطاء القدوة لإبراز أطر هذه الأعمال على سلوكية المتعليمين خارج المؤسسة إن شاء الله ومع هذه المدرسة بيرانزاران تشتروا مجلس البلدي لدعمنا في هذه الحملة تنظيفية وحاملة التشجير في مدرسة بيرانزاران تشتروا جمعية أفاق التقافية المساهمة لها معنا في سمية الله شاط المدرسي ديال اليوم الأحد وتشتروا جميع الناس الذين ساهموا معنا في هذا اللقاء حيث أننا قمنا بمجموعة من الأعمال في هذه المدرسة حيث وجدناها مدرسة قاحلة لا مناطق حضرة فيها ولا أي شيء لهذا قمنا بهذا العمل مع شركة المسلمين تنشر جميعاً أمهات والآبان لوضعوا في ناتقها في هذه السنة والمدرسة ترجمة نانسي قنقر